لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكم عزا مشاهدين في حلقة جديدة من خلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة علماء الأصهر يكفرون الشيخ البراق احنا شوفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيسفح من المعارج اللي بينه وبين الوهابية وبيقول إن معاركنا معاهم على النقاب والسب وطول اللحية أو كسرها وإن الأمور الجوهرية الخلاف فيها قليل وعطينا مثلا على تشددهم إن الإمام أحمد مرضيش ياكل البطيخ علشان ما كانش عارف الرسول كان بيكون البطيخ الزائي وشوفنا إزاي الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب اختصر كل مشاكل بمثل البطيخ وبعدها قال إن الحنابلة مع النص وألغوا العقل وكان سؤالنا للحنابلة هو أنتوا فعلا ألغيتوا العقل وبعدها شوفنا الشيخ السنوسي في كتابه بيقول إن اللي يلغي العقل مالوش غير إنه يكون مع النص وده كفر وبدعة لأنه بياخد بظواهر النصوص والعالم الأسهري إسماعيل الحمدي أكد نفس الفكرة بمثل الإستوع على العرش وقال اللي يقول الرحمن على العرش استوى هنا على ظاهره ويد الله فوق أيديهم يد الله نؤمن بها على ظاهرة فدي عقيدة بتكون فسدة ونفس الكلام على صفة اليد والسق وغيرها يعني أهل السنة عقيدتهم فسدة حسب عقيدة الأسهر وحلقة النهاردة هنواصل إزاي الشيخ البراك برضو بيأكد عقيدته الفسدة حسب معتقد الأسهر بن كوسين الأشعارة أكثر من أكتر مرة وخالينا نشوف في سهيل بخير كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ملك الناس وهنا الحفظ ابن حجر بيقول وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة خلافا للمجسمة يبقى ابن حجر هنا بينفي إن لله يد وقال إن اللي بيثبت إن لله يد هم المجسمة نشوف الشيخ البراك هيرد يقول إيه الشيخ البراك قال أهل السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهما من الصفات لله تعالى ويقولون إن ذلك حقيقة وهنا نلاحظ الشيخ البراك دايما بيقول إن أهل السنة طبعا بيقصد بيقولوا إن ذلك حقيقة يعني على ظاهرها وبرضو الشيخ البراك بيأكد عقدته الفاسدة بالنسبة للأشعارة في إثبات الصفات لله على ظاهرها في مرجع آخر نشوف مع بعض المرجع في صحيح بخاري كتاب التوحيد باب كلام الله عز وجل يوم الخيامة مع الأنبياء وغيرهم نشوف الحديث الأول بيقول إيه أنا عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إثبع والأرضين على إثبع والجبال على إثبع والشجر على إثبع والخلائق على إثبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله حتى بدت نواجزه ثم قرأ وما قدر الله وحق قدره وهنا الحفظ ابن حجر راح قال ثم قال الخطابي والظاهر أن هذا من تخليط اليهود وتحرفهم وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام إنما كان على معنى التعجب والنكير له والعلم عند الله تعالى وهنا ابن حجر بينكر إن لله أصابع ووصف ضحك الرسول بإنه تعجب وطبعا معروفة عند المسلمين سكوت الرسول هو سنة تقريرية يعني يقر بما قالوه اليهود وخلينا نشوف رد الشيخ البراك قال إيه على ابن حجر الشيخ البراك راح قال ومسهب أهل السنة إثبات ذلك على حقيقته اللائقة بالرب سبحانه فله تعالى وجه وله يدان وله أصابع وإثبات ذلك على حقيقته وهو ده اللي بيساوي الاعتقاد بظاهرها طبعا دي عقيدة فاسدة يعني عقيدة كفر بالنسبة للأشعارة وعلماء الأصهر عشان كده قال الشيخ السنوسي وأيضا فقد وقعت فيها زواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر ويأكد العالم الأسهر إسماعيل الحمدي معنى الكفر ويدي أمثله ويقول وقوله فقد كفر والمراد فقد كفر أي اعتقد معنى مكثرا كاعتقاد أن الله جسم كالأشتام وابتدع إن اعتقد معنى غير مكفر ككون الله جسما ليس كالأشتام طيب هل فعلا أهل السنة بيقولوا إن الله جسم خلينا نشوف مع بعض الشيخ لو سيمين هيقول إيه في الفيديو اللي قاية فإن قال قائم إذا قلتم استوى على العرش على على العرش لازم أن يكون جسما لازم أن يكون جسما ومحدودا ولهذا لما جاءت امرأة وجههم من الصفان إلى الكفر أو إلى البصرة والشيء مع الناس عليها يناقشونها قالت إنها تكفر بمحدود على محدود العرش محدود وهي تقول إذا كان المستوين على محدود لازم أن يكون محدودا فما هو الجواب على ذلك الآن قلنا يلزم أن يكون جسما وأن يكون محدودا نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام لا فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين وإن لم يلزم ذلك فلا يلزمنا أن نلزم به ولا يكون قولنا باطلا بهذا اللزام الباطل ثم نقول ماذا تعنون بالجسم؟ أتعنون بالجسم الشيء المركب من لحم وعظم ودم وما أشبه ذلك؟ فهذا ممنون أم تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه؟ الفاعل لما يريد؟ الذي يأتي ويتكلم وينزم؟ إن قالوا نريد هذا فنحن نلتزم به؟ ونقول إن الله هو هذا وليس كمثل شيء وهو السمع البصير شفنا الشيخ الأوسيمين بيقول لو حد قال استوى على العرش بمعنى على العرش لازم أن يكون جسمه محدود وعشان كده زوجة جهم ابن صفوان لما رحت البصرة وراحوا ليها الناس علشان ينقشوها قالت إيه؟ قالت إنها تكفر بمحدود على محدود لأن العرش محدود وبعدها الشيخ الأوسيمين بيجاوب على كلامها ويقول فإن لازم أن يكون جسم فليكن ذلك وإن أهل السنة يؤمنون به ولكنه جسم ليس كأجسام المخلوقين يعني العالم الأسهري إسماعيل الحمدي بيقول اللي يعتقد إن الله جسم كالأجسام ده كافر واللي يقول إن الله جسم بس ليس كالأجسام ده صاحب بدعة وصاحب بدعة ممكن تكون بدعة مكفرة يعني ابن عسيمين وأهل السنة مبتدعة في نظر الأشعرة والأشعرة بيقولوا عليهم مجسمة وحتى لو قالوا إن الله جسم ليس كأجسام المخلوقين وهنشوف من كلام الشيخ البراك هل هيأكد إن الوحبية بيقولوا إن الله جسم وبكده هيكونوا كفار عند الأشعرة ولا هيقولوا إن الله جسم ليس كالأجسام وهو بيرد على ابن حجر شوف المرجع سأل بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه طبعا الشيخ البراك بيرد على كلام ابن بطال اللي نقله ابن حجر فالشيخ البراك بيقول وكذا قول ابن بطال إنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف ويرد الشيخ البراك على كلام ابن بطال ويقول ومعناه أن الملائكة لا تعرج إليه حقيقة لأن الله عنده يعني بيقصد بنكوسين عند ابن بطال ليس في السماء يعني ابن بطال والأشعرة لا يثبتون الاستواء حقيقة لأن إثباته حقيقة معناه أن الله جسم وده إلا هيوضحه الشيخ البراك ويوصل الشيخ البراك ويقول وينقل كلام ابن بطال ويقول وعبر عن ذلك بقوله وقد تقرر أن الله ليس جسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقط كان ولا مكان يعني ابن حجر نقلاً عن ابن بطال بينفي استواء الله على العرش وبنلاحظ أن ابن بطال بين العقدته ودي هي عقيدة ابن حجر وعقيدة الأصهر وشيخ الأصهر أن إثبات الاستقرار أو الاستواء حقيقة معناه أن الله جسم وطبعاً اللي يقول أن الله جسم بيعتبر كافر عند الأشعارة أو ممكن نقولها بطريقة تانية اللي يقول استواء الله على العرش استواء حقيقي فهو كافر عند الأشعارة وعند الأصهر وعند الشيخ الأصهر عشان كده بنبطال بين فيه إن الله مستوى على العرش فوق مخلوقاته وده اللي بيشرح الشيخ البراك وخلينا نشوف يقول إيه ويقول إن ابن بطال يريد بذلك نفي أن يكون الله بذاته فوق مخلوقاته مستوياً على عرشه ورد الشيخ البراك إن الكلام ده باطل ونشوف رد الشيخ البراك يقوله هذا هو المعنى الباطل المنافي لدلالات الكتاب والسنة والعقل والفترة والله أعلم وبكده الشيخ البراك بيقول إن كلام ابن بطال واللي هو عقيدة الأشعارة وعقيدة الأصهر وعقيدة الشيخ الأصهر منافي يعني مخالف لدلالات الكتاب والسنة وبكده الشيخ البراك بيثبت إن استواء الله على استواء الله على ظاهره وده كفر عن الأشعارة ومعنى ده ان الله جسم ويحتاج الى مكان يستقر فيه ودلوقتي هنعمل ملخص لحلقة النهاردة شوفنا في حلقة النهاردة ازاي الشيخ البراك برضو بيأكد عقدته الفاسدة حسب علماء الأصهر وعقيدة الأصهر بنقصين الأشعارة وشوفنا ابن حجر هو بينفي ان لله صفة اليد والأصابع والشيخ البراك رد عليه وقال اهل السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهما من صفات لله من صفات الله تعالى اثبات ذلك على حقيقته وده بيساوي الاعتقاد بظاهرها والشيخ السلسي قال وايضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقادها على ظاهرها كفر والعالم الأزهري اسماعيل الحمدي اعطانا معنى الكفر وقال والمراد فقد كفر ان اعتقد معنى مكفرا كاعتقد ان الله جسم كالاكسام وابتدع ان اعتقد معنى غير مكفر ككون الله جسما ليس كالاكسام وشفنا الشيخ الوسامين قال نعم الله جسم ولكن ليس كاجسام المخلوقين وشفنا ان ابن بطال والأشعارة لا يثبتون حقيقة الاستواء لان اثبات حقيقته معناه ان الله جسم والشيخ البراك رده وقال وهذا هو المعنى الباطل المنيف لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفترة وكده الشيخ البراك اثبت ان الله جسم وتابعوني الحلقة الجاية عشان نواصل ازاي الاشعارة بيكفروا اهل السنة لانهم بياخدوا بظواهر النصوص وانتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الاصلي اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضينا انت اترد بعقل اترد بعقل اترد بعقل اترد بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا